تأهلت الإمارات وبركل الجزاء الآن في المباراة النهائية قد تكسب اللقب الإمارات ركل الجزاء في الدقيقة 89 لمصلحة المتخب الإماراتي علي مبخوط المتخصص لا المرة هذه يتركها العموري هذه تفرق لأنه ممكن من خلالها عموري أن يفوز بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس الخليج فيما لو نجح في تنفيذ ركلة الجزاء في اللقطة القادمة لمصلحة المنتخب الإماراتي ركل الجزاء عمر عبد الرحمن هو اللي راح ينفذ ركلة الجزاء الآن فايز الرشيدي في المرمى عموري على التنفيذ محاولة لمصلحة المنتخب الإماراتي من أجل لقب محاولة من أجل بطولة محاولة من أجل مجد عمر عبد الرحمن وفايز عمره بطل يا فايز أسد يا فايز أسد يا فايز أسد يا فايز أسد يتصدر شدي يتصدر شدي الله 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 يا أمر عليك يا فايز يا أمر عليك يا فايز يتصدر للمحاولة الماضية ويبقي الأحمر في البطولة يبقي الأحمر في البطولة لأن حرام حرام يخسر الأحمر بالطريقة هذه حرام كرة القدم أنصفين أول أو مرة أنصفين في اللغة الماضية الأبيض الإماراتي يضيع ركل جزاء عن طريق اللاعب عمر عبد الرحيم